اشتركوا في القناة إن نعم الله عز وجل على عباده لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولو استغرق الإنسان عمره كله يحمد ربه عز وجل ويشكره ما وفى حق نعمة واحدة من نعمه تبارك وتعالى فكيف يجحد الإنسان نعمة ربه وكيف ينشغل عن عبادة ربه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ والحديث صحيح رواه ابن ماجة عن أنس ورواه ابن السني والخرائطي والضياء وصححه الألباني في صحيح الجامع نعمة أن تحمد ربك هذه نعمة وحدها تستحق أن تحمد ربك من جديد فلا تزال تحمد ربك دائما على كل حال وحمدك لله أفضل من هذه النعمة التي أعطيتها من أمر الدنيا ثم إننا الليلة أيها الإخوة على موعد مع رجل عجيب قصته عظيمة عجيبة في غاية العجب إنه العلاء بن زياد المبشر المحزون المستتر العلاء بن زياد كان ربانيا تقيا قانتا لله بكاء من خشية ربه تبارك وتعالى قالك قتادة كان العلاء بن زياد قد بكى حتى عشي بصره سبحان الله وكان إذا أراد أن يقرأ أو يتكلم جهشه البكاء وكان أبوه قد بكى حتى عمي سبحان الله ذرية بعضها من بعض ينشأ الولد على ما كان أبوه فإن كان أبوه تقيا نقيا خاشعا بكاء كان الولد كذلك في الغالب قال الحسن للعلاء بن زياد وقد سله الحزن كيف أنت يا علاء فقال وحزناه على الحزن يا سبحان الله يعني يحزن لأنه ليس حزينا على نفسه وليس يشعر هكذا هكذا هو يشعر وحزناه على الحزن يعني وحزناه على حرماني من البكاء والحزن على ما فاتني من أمر ربي سبحان الله يقول الحسن وقوموا فإلى هذا والله استقلال الحزن وعن هشام بن حسان أن العلاء بن زياد كان قوت نفسه رغيفا كل يوم وكان يصوم حتى يخضر ويصلي حتى يسقط فدخل عليه أنس بن مالك والحسن فقال إن الله تعالى لم يأمرك بهذا كله فقال إنما أنا عبد مملوك لا أدع من الاستكانة شيئا إلا جئته به وقال له رجل رأيت كأنك في الجنة يا سبحان الله فقال له ويحك شوف الواحد منه لو قتله بشارة بالجنة هيعمل إيه يدعي الورع والتقوى في الغالب وقول يا معقولة أنا طيب يا رب وخلاص لكن شوف هذا الرجل ماذا يقول قال ويحك أما وجد الشيطان أحدا يسخر به غيري وغيرك وكان يقول لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه تعالى نفسه فأقاله يعني طلب من ربنا أن ربنا عز وجل يدي له مهلة فربنا ادي له مهلة تخيل كده وابدأ اشتغل على هذا الأساس فأقاله فليعمل بطاعة الله عز وجل قال سلمة بن سعيد رؤي العلاء بن زياد أنه من أهل الجنة فمكث ثلاثا لا ترقأ له دمعة ولا يكتحل بنوم ولا يتذوق طعاما فأتاه الحسن فقال أي أخي أتقتل نفسك أن بشرت بالجنة أنت هتموت نفسك عشان قلت لك بشارة بالجنة أمان لو خوفت من النار كنت عملت إيه أي أخي أتقتل نفسك أن بشرت بالجنة فازداد بكاء فلم يفارقه حتى أمسا وكان صائما فطاعم شيئا وعن هشام بن زياد العدوي قال تجهز رجل من أهل الشام وهو يريد الحج فأتاه آت في منامه فقال إيتي العراق ثم أتي البصرة ثم أتي بني عدي فأتي بها العلاء بن زياد فإنه رجل أقصم الثنية بسام فبشره بالجنة يا الله قال فقال الرجل رؤية ليست بشيء حتى إذا كانت الليلة الثانية رقد فأتاه آت فقال ألا تأتي العراق فذكر مثل ذلك حتى إذا كانت الليلة الثالثة جاءه بوعيد فقال ألا تأتي العراق ثم تأتي البصرة ثم تأتي بني عدي فتلقى العلاء بن زياد رجلا ربعة أقصم الثنية بساما فتبشره بالجنة قال فأصبح وأخذ جهازه إلى العراق فلما خرج من البيوت إذا الذي أتاه في منامه يسير بين يديه ما سار فإذا نزل فقده لما ينزل يرتاح شوية ما يلاقيهوش لما يتحرك ويمش في الطريق اللي قاله في الرؤية يشوف كأنه ماشي أدامه سبحان الله فلم يزل يراه حتى دخل الكوفة ففقده قال فتجهز من الكوفة فرآه يسير بين يديه ما سار حتى قدم البصرة فأتى بني عدي فدخل دار العلاء بن زياد فوقف الرجل على باب العلاء فسلم قال هشام فخرجت إليه فقال لي أنت العلاء بن زياد قلت لا ثم قلت انزل رحمك الله فضع رحلك وضع متاعك انزل ارتاح فقال لا أين العلاء بن زياد قلت هو في المسجد قال وكان العلاء يجلس في المسجد ويدعو بدعوات ويحدث قال هشام فأتيت العلاء فخفف من حديثه وصلى ركعتين ثم جاء فلما رآه العلاء تبسم فبدت ثنيته سنة المكسورة اللي عنده رحمه الله تعالى فقال هذا والله صاحبي قال فقال العلاء هل لا حططت رحل الرجل هل لا أنزلته قال قد قلت له فأبأ قال فقال العلاء انزل رحمك الله فقال الرجل أدخلني قال فدخل العلاء منزله وقال يا أسماء تحولي إلى البيت الآخر روحي الغرفة الثانية عشان الرجل ده عايز يقولي حاجة فتحولت ودخل الرجل فبشره برؤياه ثم خرج فركب قال وقام العلاء فأغلق بابه وبكى ثلاثة أيام وقيل سبعة أيام بقي لا يذوق فيها طعاما ولا شرابا ولا يفتح بابا قال فسمعته يقول في خلال بكائه أنا أنا يعني كأنه أنا البشر تتجيلي أنا قال فكنا نهابه أن نفتح بابه وخشيت أن يموت فأتيت الحسن فذكرت له ذلك وقلت لا أراه إلا ميتا لا يأكل ولا يشرب ويظل باكيا قال فجاء الحسن حتى ضرب عليه بابه وقال افتح يا أخي فلما سمع كلام الحسن قام ففتح بابه وبه من الضر شيء الله به عليم فكلمه الحسن ثم قال رحمك الله ومن أهل الجنة إن شاء الله أفقاتل النفسك أنت قال هشام حدث العلاء حدثني العلاء لي وللحسن بهذه الرؤية وقال لا تحدثوا بها ما كنت حيا فلك الله يا علاء ابن زياد أإن بشرت بالجنة صمت وبكيت حتى أشرفت على الموت لك الله من رجل عظيم فيا من ضيع عمره في غير الطاعة ويا من فرط في شهره بل في دهره وأضاعه يا من بضاعته التسويف والتفريط وبئسة البضاعة يا من جعل خصومه القرآن وشهر رمضان كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة ويل لمن شفعاؤه خصماؤه والصور في يوم القيامة ينفخ يا إخوتاه هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفيه للعابدين مستمتع وهذا كتاب الله يتلى فيه بين أظهركم ويسمع وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع ومع هذا فلا قلب يخشع ولا عين تدمع ولا صيام يصان عن الحرام فينفع ولا قيام استقام فيرجى في صاحبه أن يشفع وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة لا الشاب منا ينتهي عن الصبوة ولا الشيخ ينزجر عن القبيح فيلتحق بالصفوة أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة وإذا تليت عليهم آيات الله جلت قلوبهم جلوة وإذا صاموا صامت منهم الألسنة والأسماع والأبصار أفما لنا فيهم أسوة ما بيننا وبين حال الصفا أبعد مما بين الصفا والمروة كلما حسنت مننا الأقوال ساءت مننا الأعمال فنسأل الله التوبة ونسأله كرمه وعفوه يا نفس فاز الصالحون بالتقى وأبصر الحق وقلبي قد عمي يا حسنهم والليل قد جنهم ونورهم يفوق نور الأنجم ترنموا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب بالترنم قلوبهم للذكر قد تفرغات دموعهم كلؤلؤ منتظم أسحارهم بهم لهم قد أشرقات وخلع الغفران خير القسم ويحك يا نفس ألها تيقظ ينفع قبل أن تزل قدمه مضى الزمان في ثوان وهوى فاستدرك ما قد بقي واغتنمي فاستدركوا يا إخوتي واغتنموا اغتنموا هذه الأيام المباركة وحصلوا فيها ما يرضي ربكم تبارك وتعالى ولا يفتننكم الشيطان عن طاعة الرحمن واذكروا ماذا قال لكم ربكم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون نعوذ بالله من الشياطين وأولياء الشياطين ونعوذ بالله من كيد شياطين الإنس والجن طاب سحركم وطاب سحوركم والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة